في إطار جولته التفقدية لمشروع رصف الطرق بين المدن فقد أضلع وزير البنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر مشروع شارع بشة أمزوير وامزوير بيلتينج حيث تقوم بتصليحه شركة إسر بي التي جهزت كل معداتها لتصليحه بهذا اللقاء الذي جمع بين وزير البنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر مع الشركة ومحافظ محافظة أمزوير حيث صرح المحافظ يوسف أبد الكريم أن إطلاق هذا المشروع وفي هذا الإطار تحدث وزير البنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر عن المشروع نشكرو عزة رأيس أدوالا وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشة أمزوير وامزوير بي أو أمزوير بيشة كما تريد رأيس أدوالا وفك العزلة التحتية وفك العزلة نشكرو عزلة التحتية وفك العزلة التحتية وفك العزلة التحتية وفك العزلة نشكرو عزلة التحتية وفك العزلة التحتية وفك العزلة التحتية وفك العزلة وربط المدن بعضها أم بعض من أجل تسيل عملية المرور وتخفيف معاناة المواطنين في التنقل بين المناطق والمزحمة في انتعاش الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة